عالوا نطير مع بعض للسعودية الواحد من الكتاب الكبار جداً واحد من التميم العشق عند جماهير نادي الزمالك صديقنا العزيز والكاتب السعودي الكبير أستاذ محمد الخالد اللي برحب بيه وبنضملي دلوقتي عبر زوم من بلدنا الشقيق التاني طبعاً وبلدنا المملكة العربية السعودية أستاذ محمد صباح الخير برحب بيك ومنورنا في زمال كاوي حبيب ألبية كريم صباح الورد روح الخير عليك كل سنة وانت طيب خير عليك كل وانت طيب والشعب المصر الحبيب بخير يا رب كل سنة طبعاً واخوتنا في السعودية وجمرنا وشعبنا التاني شعب السعودية بخير وسعادة ويديم عليكم يا رب النعمة اللي انتوا فيها وكل سنة وكل جماهيرنا وكل الشعب وكل الأمة الإسلامية بخير بعد التحيط طبعاً بحضرتك يعني عايز أخذ رأيك دلوقتي في نادي الزمالك وانت طبعاً من عشاق نادي الزمالك شايف الفرق ازاي الفترة الأخيرة الحمد لله انفراض بالصدارة متربعين على قمة الدوري نادي الزمالك يستعيد تاني استكرار وبيستعيد تاني رونكو بيستعيد بريكو بيستعيد تفوقو بالفعل ما حدث في نادي بشكل عام وفي ريت كورت القدم بشكل خاص بعد عودة المجلس المستشار المطار منصور أشبه ما يكون بالمعجزة يعني على كل مستويات نعم وكل الألعاب المختلفة الخاصة بريكو القدم اللي هم شريحة كبرى من الجماهير انه يتصدر الدوري في ضل هذه الظروف ونلعب بسكواد يعني مقاعم بالناشئين ماتش الدير بالأخير في عشر غيابات يعني لو نادي آخر اي نادي في الدنيا نعم يعني حصل فيه ربع اللي حصل في الزمان كممكن يكون هبط الدرجة الدنيا لكن النادي مشتقر الوضع مطمئن في رئة الكورة من بعد القرار اللي اعتبره تاريخي بعودة في ريرا اختاروا من درب صح في توقيت صح يعني فالوضع الحمد لله مطمئن يعني الكم مشجع النادي أنا مطمئن بشكل كبير على تريك كرة القدم نعم ووضع الحالي في الدوري يعني كلنا من دعا عن الفريق وفخور جدا يعني خاصا باللعب الناشئين اللي شفناه في المانشات الأخيرة نعم وجود أي مجلس إدارة تاني وعدم وجود المساشات المرتضة عدم وجود أمير مرتضة منصور هل كنت تتوقع أن فيريرا ممكن كان يقبل المهمة في عدم وجود واحد بشجاعة وبقوة المساشات المرتضة ووجود واحد زي أمير مرتضة على رأس الإدارة الفنية لإدارة الكورة في نادي الزمالك كان يوافق ولا كان يرفض لا طبعا بطبيعة الحال كان رح يرفض يعني اللي عملوا المساشات المرتضة منصور ومجلس إدارته جميعا يعني واللي عملوا الأمير في الفريق بدون مبالغة وإدارة أخرى تحتاج عشر سنوات تعمل اللي عملوا بكم شهر نعم سواء على مستوى كرة القدم زي ما جدت كل المستويات بديه نعم حصل معجز يعني نعم وكمان في يعني دي كل وقت أو في وقت قصير جدا إنك تقدر تعمل ده كله في أقل من شهرين هو ده الإنجاز فعلا فعلا يعني اللي عملوا المساشات المرتضة منصور أشبه ما يكون بالإعجازة يعني دخل يعني الرجل هذا دايما دايما بقولها يلي بينه بين ربنا نعم محدش عارف دايما وأبدا يرجع للنادي في توقيت كتب نادي فيه مطحو على الأرض يعني مشاكل وقلاء يعني لسه اليوم الله أعطي العافي مخلص المشاكل مع البنوك نعم فاللي عملوا الرجل إعجاز وأنا متأكد يعني متأكد تمام التأكد يعني أن الناس اللي يتكلمون عن المركات وما فيش رعيبة وما فيش عارف ليش أنا متأكد لأنه خلف الكواليس فيه صباقات مئة بالمئة يعني الجمهور الزمالك راح يكون مبسوط لكن مش وقت الإعلان عنه نعم نعم فريق يلعب وبنافس على دوري وحتى يعني بعد كم أسبوع هنلعب نعم فأيام نعم وحدي على طول كاست آخر نعم فنستنى وأنا متأكد أنه فيه صباقات من العياد الدين تجربة الدفع بالناشئين كانت تجربة فريدة نادي الزمالك يعتبر نادي الوحيد العمل التجربة دي هذا الموسم وبيجني صمارها مين من اللعب الناشئين في نادي الزمالك اللي لفت انتباهك مين اللي انت شايفه يكون مستقبل لنادي الزمالك للموسم القادم والله شوف للأمانة يعني كل المتواجدين كل اللي أخذوا فرصة نادي كل مستقبل يعني تحديداً ممكن عشان لعبه أكتر سيف جعفر نيمار أيضاً ابن الكابتن سامنبي نا يوسف يوسف يعني حتى اللي ما شوفناه حتى اللي ما يلعبون حتى اللي ما يتمرون لهم مع الفريق الأول كله بيقول إنه الزمالك مستقبله في فرق الناشئين نا الكل يعني متفق يعني اللي بيحضروا تمارين آآ لما كنت في مصر قبل كم شهر حضرت أكتر من تمارين فيها في لعيبة فعلاً يخلون الواحد يتطمن عن مستقبل الناشئين صحيح إنه إحنا في عصر احتراف وإنه لابد لعيبة منبرة لكن أيضاً الزمالك تاريخياً عرف بابناه يعني نعم متفاعل جداً إنه الثلاثة هادة وطقية اللعيبة ناشئين رح يكونوا النواة المستقبل بإذن الله إيه اللي تهمس به في أذن لعيبة نادي الزمالك وجهاز الفني خلال الفترة المقبلة عندنا مهورات صعبة سواء المولين العرب ساء الأهل في نهاء الكأس تقول لعيبة نادي الزمالك إيه خصوصاً كمان دلوقتي بعد تعصر المنافس رقم واحد إنه يجب إنه يؤمنون تماماً إيمان إنه الزمالك كعبه على الأهل أعلى في السنوات الأخيرة لازم يؤمنون في الشيء هذا يعني زي ما لعبت الأهل من جواهم عارفين الشيء هذا الزمالك كعبه أعلى سواء في المتشات الوجه لوجه أو حتى في البطلات يعني كل فاكر الدولي اللي فات رغم إنه كان فيه مشاكل وكان فيه لجان وكان يعني بلاوي حصلت لو في نادي آخر يعني ما يحصل المركز الخمسة عشر حققنا الدولي فأهم شيء أهم شيء يعني كجهاز فني وجهاز إداري والأعبان ومنون تمام الإيمان بأنهم هم يعني هم الأقرب للقب خاصة بعد يعني تعثر الأهل في المتشين الأخيرين تغيير الجهاز الفني نأخذ المتشات كلها متش 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 كؤوس معد في دوري يعني عنا قاما بأفضل تعريبا تقريبا أهداشر متش أعتقد نأ كلها ماتشات كورس يعني ذا بالزبط بالزبط ما قدرنا نأخذ الدوري موسمين ورابعة يعني غرف وأسباب مختلفة فهم قادرين أنهم يسجلون أسمائهم بالتاريخ بأحرار من ذهب يتقون بأنفسهم وطبعاً قبل حتى الدوري في عندنا ماتشفاين الكاس نعم قدام البترو الجيت أو الأهلي فإحنا دقين على مرحلة حصاد النهاية أمام الأهلي خلاص النهاية أمام الأهلي طبعاً واحد وعشرين قول لي طبعاً أخبار كتير جداً عن طرق حامد عايز أخذ رأيك في تصرفات طرق حامد في الفترة الأخيرة ووجودك كمان في السعودية وأنت من الكتاب الكبار هناك طبعاً وعلى صلة بكل المصادر هناك في كل الأندية يعني سمعنا برضو أن نونو سانتو مدرب التحجات ده مش مجتنع بطارق جلو عروض من هناك هل رايح هل مش رايح هل المبلغ هل فعلاً في الجماهير يعني عندها غضادة من المبلغ الكبير اللي هي الدفع في اللاعب في هذا السن قول لي التفصيل للطارق حامد طارق كان فيه بينه يعني كتابت أنا قبل شهور فيه بينه 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 بين الاتحاد الجد كان فيه مقوابات واضحة نعم يعني اللاعب كان مخلص معهم كان فابل فقط شرط الفحص الطبي اللي أنا عرفته إن اللاعب ما طالفترة معينة عشان البحص الطبي بعدين يعني الظروف الاتحاد اتحاجته ظروف في الدوري مشاكل كلها تعاقدية مشكلة حمد الله مع النصر ومشكلة أحمد شرحيلي مع نادي الشباب فالاتحاد كان عنده مشكلتين فما كان يقدر يعلم أو يتعاقد وكان متصدر الدوري فكان ينتظر بعدين الاتحاد صار له مشاكل خسر الدوري المدربي اللي كان طالب طارق حامد بالاسم اتشال قبل كم يوم نونو قدم كل الكلام الآن والحديث إنه جمهور الاتحاد وعلانها صريحة يعني في السوشيال ميديا رفض قاطع لقدوم طارق حامد خاصة قصر يعني إنه كانوا هم حابين طارق لأنه زي ما احنا كالزمان الكوية كنا نحبه لأنه كان لعيب حامل يحب يبقلص التشير اللي عمله طارق في نادي الزمان في الكم شهر الأخيرة محى كل شيء يعني في ذاكرتنا أنا من الناس اللي دفعت الثمان إنه ناس كثير زعلت مني حتى أقرب الناس لي لي سواء يعني خاصة في مصر أنه زعلوا مني لما اتكلمت عن طارق تقتل في شهر الماضية نعم لكن أثبتت الأيام وصحت كلامي يعني نعم فاللاعب الآن نقدر نقول يعني باللغة الدارجة متورة خسر هنا وخسر هنا فأعتقد أعتقد أعتقد أنه اتحاد جدة أعتقد صرف النظر أعتقد اتمنى أن طارق يعيد حساباته ومش هيلاقي زي نادي الزمالك ومش هيلاقي زي جمهور نادي الزمالك لكن طبعا نادي الزمالك لم ولن يقف على أحد لكن من يرحل على نادي الزمالك هو الخسر دايما أستاذ محمد أختم بفضل بفضل بلغة الكورة بيشط الكورة نعم فإنه يعني أنه ينتقل الدول السعودي الآن في التوقيت الحالي أصلا يعني كانت فكرة غريبة يعني نجرد أنه بكر التفكيرات التوقيت يعني نعم حمل التوقيت نعم فبالتوقيت غريب جدا لكن عمره عمره يعني لو لفت الدنيا كلها لا هو ولا غيره ما راح يلاقي واحد بالمليار يتجمونا للنسبالك نعم وليه الدوري السعودي طبعا يعني كلنا تابعنا لحد الرمق الأخير والجولة الأخيرة اللي بتحسم صراع اللقب وبتحسم صراع الهبوط في آخر جولة إيه اللي وصل الدوري السعودي لهذه القوة وهذا الشغف والتطور الملحوظ الكبير جدا في الدوري السعودي وإزاي الدوري المصري يوصل لهذه الدرجة طبعا الدوري السعودي خاصة يجبه يمكن أربع سنوات أو خمس سنوات لما معالم مسجر تركال الشيخ مسك وزير ريالة حصلت تطورات كثيرة هائلة جدا يعني المصاريف احتراف يعني كله حتى الموجودين في الاتحاد السعودي كلهم محترفين في شغلاتهم يعني نعم يعني مش مش شغال ستلاف شغلة أو شغال جنادي وشغال لا كلهم كل شخص مكانه الطبيعي الدوري المصري بكل تأكيد بكل تأكيد داما أقوله يعني يعني حكمني أعشق الزمانة أنا من لما كنت صغير الدوري المصري عندي أقوى دوري عربي نعم صحيح أنه يمر بغروف يعني نعم يعني يمر بغروف يعني من 12 سنة تقريبا ما بغروف اللي حصل في البلد وكذا لكن أيضا المنظمة الرياضية في مصر إذا ناوية فعلا يعني تواكد اللي قاعد يحصل في المنطقة وتعود يعني إذا صدارت يعني الزخم الجماهيري في المنطقة يجب أولا يعني عادة النظر في جدوة الموسم مش منطقة الآن نتكلم أنا وأنت كريم كل فرق يعني في العالم ريحة وبعد السبوعين تبدأ المعسكرة أعداد الموسم اللي جاي وإحنا نتكلم أنا وأنت الآن نتكلم بكاس بكاس مصر 2021 ولسه كاس 22 والدوري لسه مخلص ولسه 22 والدوري فأيضا أيضا الوجوه اللي أخدت وقتها يعني فيه شباب كثير مصريين يستحقون الفرصة يعني أنا يعني الشباب المصري يستحق الفرصة سواء مناصب أو حتى الإعلام الرياضي يعني أنا مبسوط مثلا أني أشوف كريم يعني نعم شاب واجهة مشرفة يعني بالزمة الكوية يأخذ يأخذ فرصته أيضا هذا الشيء يجب أن يكون حتى في موضوع المناصب سواء في الاتحادات نعم في اللجان يعني أنا معلش تغلط عليك لا يحمد أنا مبسوط جدا أنه أنا فأنا مبسوط جدا أنه يعني قدوم الخبير العالمي للجنة الحكام نعم ماركت ليتن بيرج نعم 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 ثم لا يبدأ أثيرات إذا كان سيد قارل أنا جاء السعودية إلى عمل ثورة بصراحة نعم فأنا متفائل شديد التغاول إن شاء الله و إن شاء الله يا رب تيرجع الدولة المصري أقوى وأقوى خاصة معاودة للجماعير بإذن الله بإذن الله شكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز والكاتب السعودي الكبير والستاذ محمد الخالب شكرك شكرا جزيلا كل عام ونت بخير وبصحة وسعادة وكل عام وكل إخواتنا في السعودية وكل الأمة الإسلامية بخير وسعادة